السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحية كبير إليكم كما يمكن أن ترى أني اليوم طالع في الأحجاب ويعني ما كنت مقتنع أبدا في الأحجاب وخالد مقداد هو اللي يضع لي الأحجاب وهو اللي رح أشير الأحجاب على الهوى رسالة لأمينة كرم ولخالد مقداد ولقناة طوير الجني قناة طوير الجني نحن نعرف أن كلها تقناة أطفال والأطفال اللي متابعين من أكثر من كنسة سبع سنين أكثر عاب ينتشر هكذا على مواقع التواصل الاجتماعي أو عاب ينتشر هكذا على يوتيوب يعني الأطفال بشكل عام يأخذون قناة طوير الجني وكرم يشيء اللي يرى عليها يأخذون قدوة إلي يعني يرى أمينة كرم رفعت الأحجاب وحكت على خالد مقداد وحكت على زوجة خالد مقداد وطلق خالد مقداد وقال ما تبرع أنا كنت مثل بنتي وهذا الشيء ما بصير ونحن ما بعرف هي حكت أنه رحنا على المطعم وما حطوا لنا أكل وهنا دفعوا الحساب من جيبان يعني أنا أتمنى من أمينة كرم من خالد مقداد من قناة طوير الجني ما ينتشر هيك شيء الأطفال اللي متابعينكم من أكثر من السنة يكبروا وكلها يتأخذينكم أنتوا قدوة إليكن وقتل بتحكوا أنت على الحجاب أو بتحكوا عن نظافة أو بتحكوا عن الكذب أو بتحكوا عن صدق الأطفال يأخذينهم من قطبة وعب منشوا على الشيء اللي أنتوا عب تقدموه وأنت عب تهدو ملايين الأطفال عب تعلموا شيء كتير الطفل يعني عب استوعب الشيء اللي أنت عب قدموه أنا عب تحطوه فيه موسيقى فيه ضحك فيه الطفل عب غني عب قدموا مواهب كتير كويسة وقناة طيور الجنة من قنوات يعني المبدع على الأطفال اللي فيها المبدعين كتير كتير بس أنه كل فترة والتانية عب تطلع إشاعات على اليوتيوب هذا بشكل عب بس أنه تطلع عمينا الكرام بعد ما كانت بحكي عليه أنه عمينا الكرام بعد ما كانت بحجبه رفعات الحجاب وإن شاء الله بترفعي الحجاب بترفعي لشو ما بدك هذا شيء ما بهم هذا شيء شخصي في النهاية بس لا تطلعي تحكي أنه الحجاب أنا ما كانت مقتنعة فيها هذا شيء كمان شخصي إليك في أشخاص كثير كانت أخذتك أنت قدوة لأني طلعت عمينا الكرام وكانت تسمع عن هذا شيء وأمينا كرام وأمينا كرام فجأة بتشيل الحجاب فجأة بتحكي على قناة طيور الجنة بتحكي على خالد مقتاد وخالد مالكتاد عبرت أتمنى من خالد مقتاد وأمينا كرام ينسكروا هالشيء وميضلوا ينشروا هكي شيء لأن الأطفال الآخدين كنتوا قدوة فهي شيء تصرفات فهي شيء ينتشر على اليوتيوب أو هاي فيديوهات الأطفال معت يعني الطفل فكره عبتشتت معاكل أتمنى من أمينا كرام بتخلعي الهجاب بتخلعي اللبسة شيء ما بهمنا نحن وخالد مقتاد فرده على أمينا كرام كمان عبتزغر من شخصه كمان ما يرد عليها وأمينا كرام إن شلتي الهجاب وما يشلتي الهجاب في النسبة اللي كمان أتلقى شيء شخصي لكن لا يشترك شيء على اليوتيوب لأن الأطفال يخذونهم القدوة أطفال لدينا نسمع كثيرا طور الجنة وأتقالوا أنه طور الجنة أمينا كرام رفعة الهجاب يعني أكيد لأنه مخن أنه الحجاب ما عاد هو الشيء يعني أنه عادي يعني لرفعنا الهجاب أتمنى ما أحد ينشر هك فيديوهات ما أحد ينشر هك فيديوهات أنه أمينا كرام رفعة الهجاب ترفع الهجاب ما ترفع الهجاب تتفز لا كيف تحكي حكاية فاضلة ولا طعمة متحقية كبيرة لقناة طور الجنة و لخالد مقتاد و لكل الأطفال المتابعين على قناة طور الجنة السلام عليكم اشتركوا في القناة